رجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بكم وبضيفنا دكتور نور إيه الأسئلة اللي طرحت قدامك خليتك تفكري تتشاركي مع مجالي التغذية العلاجية والرياضة طول الوقت طبعا بنتسئل إيه الأدوية اللي ممكن تخصصنا 10-15 كيلو بدون من نعمل ضايت إيه الأدوية اللي أنا عندي مقاومة أنسولين إيه الأدوية اللي ممكن أخدها عشان تحسن من عندي إيه الأدوية اللي أنا ممكن أخدها فيتامينات من غير ما يكل أكل صحي إزاي إن أنا أخد حاجة تديني طاقة وباور من غير قريدي ما شوف أنا أصلا باكل بطريقة صحة ولا لا أو ماشي على نظام كويس ولا لا حاجات كتير شبه كده صراحة بتقابلني كثير جدا وكنت بحاول دايما نتكلم مع الناس إنه دوت مش صح وإنه إحنا لازم نستشير دكتور وإنه إحنا لازم نعمل تحليل المطلوبة علشان نعرف جسمنا محتاج إيه بس دايما دايما عندنا مشكلة إن الناس تقدر إنها يعني تاخد خطوة كلها عايزين أسهل حل يعني بس فعشان كده فكرنا نحن نعمل فكرة دي تمام ده معناه يا دكتور إسراء إن فيه جوانب أصلا في الطب الصيدلي ممكن حضرتك يعني تلجأ إليها كدكتورية تغذية أو رياضة مع الطب الصيدلي طبعا بسي هو المجال للطبي كله بيتكمل بعض يعني أنا ماينفعش مثلا بيشنت عندي يجي يقول لي أنا عايز عايز معليش دكتور إكتبيه فيتامينات طب أنا هكتب فيتاميز من غير مثلا لما أرجع لتحاليل وتحاليل تتظهر النتيجة ونسيجة دي مثلا تمام والدنيا تمام يبقى ما فيش داعي أنا أكتب لي فيتاميز لإني أنا كده بضره أكتر منا يعني الدواء سلح زوح الدين ممكن ينفعك ممكن يضرك كذلك برضو لو أنت عندك نقص في أي حاجة سواء فيتاميين دال أو عندك غدة أو عندك مقاومة أنسولين ماينفعش أنا أكتب لك الدواء كده لازم نرجع للدكتور البطني الأول نعالج المشكلة وعد كده نرجع نتكلم على أكل صحي ونظام صحي وفيتاميز يساعدها ويبقى يعني مناسب لحالتها يعني كل حالة صحية بتبقى محتاجة دواء معين أو حاجة معينة لها مش أي حد بياخد الوصفة السحرية أو الوصفة السرية من عن نت بما أنه إحنا مجتمعنا بقى بيحب السوشيال قوي فممكن نعمل سيرش عن نت وناخد الدواء ده بيخصص الدواء ده بيتخن ده غلط جدا كل جسم محتاج حاجات معينة بنعملها على أساس تحاليل معينة وعلى أساس لو في نقص في أي مشاكل بنروح لدكاترة تانية عشان إحنا كلنا بنكمل بعض وعلى أساس إن إحنا بنعمل نشوف كل نسب الجسم في مياه وعضلاته دهون وعلى أساسه بنحدد فإحنا أكيد بنكمل بعض مش بنلغي بعض طيب دكتور نور صاحبة سلسلة صيدريات دكتور نور عبد الباصط ودكتور سراء عمر صاحبة أكبر جيم سيدات فقط في سواج كملت بعض إزاي في الفكرة دي سر في الميكس يعني بصي أنا هقول لك أنا الفكرة جات لي لما كنت عاملة مع دكتور نور إفنس قبل كده ففي واحدة برضو جات قالت لي بصي يا دكتورة أنا عايزة يعني حاجة تخليني أبقى معاكو أنتو اللي اتنين يعني هاي بتحبين إحنا اللي اتنين فعايزة حاجة تخلينا معاكو أنتو اللي اتنين فقلت لها بصي إحنا لازم لأول نعمل تحاليلنا ونزبط كل دنياتنا وبعدها ناخد الفيتامنات اللي احنا محتاجينها أو نشوف وبما أن احنا كنا صحاب فكنا حابين نعمل شغل مع بعض نكون لايت وحاجة جميلة ولذيذة للناس وبما أن احنا اللي اتنين في مال فكنا حابين نعمل حاجة للبنات طيب رد فعلي دكتور نور إيه لما طرحتي عليها الفكرة لا هي نور اللي طرحت نور اللي طرحت مش أنا يعني لما لقينا ان كل الناس بتسألنا على حاجة ان هي يعني لقينا ان في فكرة غلط عمتها موجودة عند معظم البنات وقعدنا بقى نقول احنا حابين نعمل حاجة جديدة ومختلفة ونوصل للناس الفكرة بطريقة بسيطة يعني فقعدنا بقى نقول ايه طب نختار ايه احنا بنكمل بعض لغاية موصدنا لكلمة السر في الميكس وقعدنا بقى عملنا كامبين عليها ونزلنا الفكرة والحمد لله الناس كتير جدا كانت مبسوطة بيها ويعني نتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لناس ومفروض ان كل المجارات بتكمل بعض وانه ما ينفعش ان حد يعمل حاجة او ياخد دواء من غير ما يبقى عارف هو اصلا باسمه محتاجه ولا لا طبع يعني رد فعلي الناس كان كويس على الفكرة وشجاعته اكتر؟ الحمد لله الناس كتير جدا كانت مبسوطة وخدتها بهزار وضحكة كده وهو ده كان هدفنا ان الفكرة توصل بطريقة لايت ايه طبعا طيب المشاركة دي او فكرة سر في الميكس ممكن تخليكوا تعملوا حاجة تاني مستقبلا بعدين او طبعا ماشيط يعني اولا انا انا وهي صحاب بس كمان الفكرة لما تكون بتعملي حاجة مع حد انتي بينك وبين وكيميا بتطلع كده جميلة يعني فان شاء الله نعمل افكار تانية جديدة طيب دكتور اسرق ايه ايه اكتر الاسئلة اللي بتجيلك مثلا في الجيم او لو حد يجيه قالك مثلا كده من نفسه ان انا عايز مكمل غذائي او عايز فيتاميني بسي هو انا اكتر سؤال بيجيلي في العيادة يا دكتور انا عايز اخس من غير ما احس فكرة معلش احنا دايما عندنا فكرة الدايت او النظام الصحي ده نظام بنخس بيه او بندخن فيه بنقض بيه فترة في حياتنا وبعدها بننهيه انا بس نفسي اغير يعني فكرة قدامي ببقى ده اكتر حاجة مهمة بالنسبالي ان انا اغير فكرة ان احنا عايزين نعمل لايف ستايل عايزين نغير حياتنا يعني هيبقى ده سيستم الحياة ده مش نظام دايت انا بخليك تخس فيه او تتخني فيه وخلاص لأ احنا بنغير اللايف ستايل بتاعنا فبيكون هو ده اللايف دايم خلاص يعني دي حياتنا فما بنحسش ان احنا بنعمل حاجة ورانا مجهود او ضغط علينا وفي الاخر بيروح ترجمة نانسي قنقر طب احنا عندنا فكرة ان اصلا العلاج الطبيعي او التغذية العلاجية ما فيش اي مكس بينها وبين الادوية ما برضو حرجع اقولك زي ما قلت قبل كده المجال الطبي احنا كلنا بنكمل بعض العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية الاتنين مش بيحبوا الكيميا ضد الكيميا تماما بس اكيد في حالات بتبقى احنا بنكمل فيها بعض يعني اكيد في حالات بيبقى مثلا جاية من عنده دكتور عظام قريدي بياخد ادوية عظام او قريدي بياخد ادوية علاج مخ وعصاب فاحنا كلنا بنكمل بعض ممكن يكون العلاج الطبيعي او التغذية العلاجية احنا مش بنكتب ادوية بس احنا بنبقى بنتعامل مع بيشنت واردي بياخد ادوية واردي ممكن يكون عنده نقص فيتاميس معين او حاجات معينة فاحنا لازم نكون عاملين كل النظام الغذائي ونظام الرياضي على قصص صح القصص صح ان انا اعرف ايه الهيستوري بتاعته كلها تمام طيب دكتور نور بتتعامل ازاي مثلا مع اي حد بيجيلك الصدلية يقولك انا عايز الدوى ده هو بيخصص ومبكونش اصلا كاتبهولو دكتور بيطلب دو من غير رشدة اه هو عمتا ادوية التخصيص مش مش لازم ان هي بيبقى لها رشدات عادي الناس بديجي تطلبها بس هي الفكرة كلها ان انا لو لقيت ان هو بيطلب دوى اه مش مش مصرح بيه او دوى اريدي مثلا انا حاس ان هو مش هيفيده بقوله طبعا وجهة نظري وهو في الاول وفي الاخر بليه الحرية يعني الادوية اللي احنا اريدي كده كده بنتعامل في الادوية المصرح بيها والادوية المصرح بيها اه فيه ناس بتحب تاخدها اه كانوع من ان هي بتشايفة هو دوة اللي هيجيب معيها نتيجة يعني ولو بسيطة مع النظام اللي هي ماشي عليه انا بقوله وجهة نظري هو في الاول في الاخر الاختيار لي يعني اه تكلمنا عن الصعبات اللي وجهتك ان هو كان اه الاطفال وكده فيه صعبات تانية وجهتكم في في الخطوة دي او الفكرة دي اللي انت عملتوها هي الفكرة بسيطة و يعني موضوع كان مش يعني هو الموضوع مش صعب اللي هو ان انا بس كل غرض منه ان احنا نوصل فكرة معينة فهي الفكرة بس ان احنا كنا بنفكر ان احنا نوصلها ازاي بفكرة بسيطة لكن هي الموضوع كله في الاول وفي الاخر ما كانش فيه صعوبات اللي هي ممكن تواجهنا زي ان احنا مثلا نقنع الناس لان احنا محبناش ان احنا مش بنتعامل بطريقة اللي هو لازم تعمله كده او احنا طالعين بفكرة لايت وفي الاول وفي الاخر كل واحد هو في حر انه يقتنع يعني انتو بتقدموا فكرة يعني كدكتورة صيدلانية بتقولي انا بقول لكم فيه ادوية ممكن تاخدوها تخصوا بيها ودكتور سراتور مثلا فيه نظام معين ما ينفعش اي حد يخص مثلا مع نفسه او ما ينفعش انا روح اخص ويكون عندي مثلا اناميا او تعبان لازم اخد مكملات غذائية من الصيدلية وكده يعني هو الفكرة كلها انك انت لازم تكون عارف انت محتاج ايه علشان خوطر الدكتور هو اللي هيحدد لك ده بقناع على تحليلك على كشفك على كده عشان تاخد اللي نسبك يعني دكتور سراء فيه اي نصيحة عايزة توجيها البنات اكيد فيه نصيح كتير نفسي اوجيها للبنات بذات انا بتعامل مع البيشنت بتاعي اكتر فليندر يعني بنكون اصحاب اكتر ما بقى دكتور وبيشنت انا بس عايزة وصلهم ان لو سمحتي بلاش تبصي لأي حد بيكلمك بيدايقك بانت تخينتي او خستيتي او انت رفايعة او تخينة خليك بعيزي عن اي حاجة في المجتمع ممكن تكون هي سبب ان انت نفسيدك محطمة خليك انت اكبر داعم لنفسك وان شاء الله انا هكون معاكي واكون اكبر داعم لكي انا كل تموحي ان انا اوصل العيادة واوصل لدكتور جيم ان يكون اكبر جيم سيدات فعلا بيوصلك لتوصلي للحالة النفسية اكتر ما الحالة الجسدية الحالة النفسية اللي انت بجد محتاجاها ان انت تكوني دخلة عندك نيجاتف انيرجي طالعة باحسن بوزيتف انيرجي عشان انت نص المجتمع وعشان خاطر انت بتكملي اليوم وانا دايما ما اقول ان البنت هي اساس اليوم فلو انت نفسي تكمرتها هتبقى ام كويسة وحتبقى دكتورة كويسة وحتبقى مهندسة كويسة وحتبقى اخت كويسة وبنت كويسة فانا معاها ان انا اكون اوصلها الى ان شاء الله اللي هي نفسها فيه واكون اكبر داعم نفسي لها طيب نسمع نصيحها من دكتور نوش انا نصيحتي لكل بنت صيدلانية احنا مجالنا مش اسهل حاجة بصراحة وبتقابلنا صعبات كتير فيه بس لو انت عندك حلم وطموح وهدف خليكي وراه مفيش حاجة صعبة على قد ما احنا بنتعب وبنسعى وبنقع وبنقوم كمان ربنا بيدينا في الاخر وبنوصل للي احنا عايزينه مهما ان كان حلمك وطموحك وده لأي بنت خليكي متمسكة بيه احنا الحمد لله دلوقتي بقت فيه تساهيل كتير جدا في حاجات كتير موجودة في الدولة عمتا تقدر ان احنا يتوصلنا ان احنا نقدر نحق اهدافنا وطموحنا بطريقة صح بقى دايما فيه رقبات وتفتيش على الناس اللي بتشتغل بطريقة غلط فده بيسهل للناس الصح انها تكمل في طريقها فاتمسك بحلمك وكملي وان شاء الله ربنا هيكرمك خلصت حلقتنا بنشكر دكتور نور ودكتور سراء ونشوفكو في نجاح جديد وفكرة جديدة في مشكلة